وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياضة المحلل السياسي أحمد الركبان سيد أحمد ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بالحجاج القطريين هو موضوع جدا مهم على الساحة هل هذا الاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين ومن قبل السعودية أفشل الدعاية التي تحاول قطر أن تدعيها بتسييز الحج؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك عزيزتي ولقناة البحرين العزيزة يبدو أن خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية أكثر حرصا من الحكومة القطرية على شعب قطر والدليل على ذلك والحقيقة ما صدره الملك سلمان في قراره الأخير بفتح المجالات الجوية والبرية لشعب قطر لأداء مناسك الحج الذي أرادت الحقيقة الحكومة القطرية أن تسييز هذه العملية وفق توجيهات من إيران التي عبثت في منطقة منذ أكثر من أربعين سنة الحكومة القطرية أثبتت للعالم جميعا أنها تدار من الخلف ولذلك من الصعب جدا أن نصل إلى حلول مع الحكومة الحالية والسابقة أن تعود إلى الحضن الخليجي هذه الحكومة ولذلك الحقيقة الشعب القطري تفاعل مباشرة وأتى إلى أداء مناسك الحج عبر المنافذ البرية وأيضا عبر مطاري الإحساء والدمام اليوم الحقيقة يثبت الشعب القطري أنه شعب أصير ويدرك تماما ما أدركته المملكة العربية السعودية تجاه قطر وتجاه مستقبل قطر الحكومة القطرية الآن مع التقديل الشعب قطر باعت الشعب القطري وباعت الحكومة القطرية من أجل إيران ومن أجل بعض الدول التي لها مصالح خاصة لا بد أن يدرك الشعب القطري أن هذه الحكومة بدأت الحقيقة تفرض في كثير من تاريخ قطر الذي بدأه أبن أحمد بن علي الخليفة لذلك الحقيقة اليوم نجد الشيخ عبد الله بن علي يتحكم العقل ويتدخل ويطلب من خالد حر الشيفين التوسط في فتح منفذ سلوى المملكة السعودية والبحرين والإمارات مجتمعة مع الكويت ومن صريد يكون تماما أن شعب قطر مهما كان بين الحكومات إلا أن الشعب قطر يظل هو شعب محبب للجميع وصلوا مكة المكرمة وللحمد أكثر من ألف وحوالي مائتين أو تلاثمائة حاج بالأمس زار المسؤولين مخيم القطري في ميناء والتقوا بالحجاج القطريين شاء من شاء وأبا من أبا لا بد الحقيقة أن ندرك للعالم أن مكة المكرمة والمدينة منورة في أداء مناسك الحجي والعمرة لا يمكن أن تتدخل في تسييسها على الإطلاق ولذلك حاولت الحكومة القطرية الضغط على المملكة السعودية من أجل تسييس الحج وأن المملكة العربية السعودية تمنع الحجاج الملك سلمان لم يفتح فقط نعم سيد أحمد يعني ما هو الرجع الصدى حول محاولة تسييس الحج من قبل النهج القطري ككل الرجع الصدى العالمي والله يشوف أنا بالنسبة للعالمي والمحل حتى في قطر يعني أول ما أصدر الملك سلمان حفظ الله القرار تفاعل حقيقة تويتر وتفاعل القطريون هذا إذا أبعدنا مرتزقة من القطريين الذي يدعون أنهم ضد هذا القرار وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبولة وأن الحكومة القطرية لم تقبل بهذا القرار على عكس أن حكومة قطر أحرجت من هذا القرار ليس قرار فقط بفتح منافذ المملكة السعودية وإنما حتى على حساب المملكة السعودية الخاص بالمناسبة الشعب القطري يعامل معاملة عالية جدا ويعامل معاملة يعني ليس كأي حاج القطريون يعتبرون مثلهم مثل غيرهم من أبناء دول مجلس التعاون فمعاملتهم ليست معاملة ناس محتاجين بالعكس هي من حق المملكة السعودية أن تقدم أجل الإحترام والتقليل للشعب قطر ولذلك أحرجت الحكومة القطرية عند شعبها يعني بن أمس تفاعل كثير من الرواد في تويتر وفي غيرها من الشعب القطري على هذه المقرومات لكن مشكلة أن الحكومة القطرية تضيق الخناق وردتنا مصادر موثوقة أنهم يحاولون منع القطريين وخاصة عندما يدركون تماما من سيريد أن يذهب إلى المملكة السعودية لأداء مناسك الحج لكن المنفذ يخشونهم أيضا من الصدام مع الشعب القطري ولذلك يحاولون قدر ما يستطعون أن يهمون الحكومة للشعب القطري والعوائل القطرية بأنهم ربما يواجهون بمعاملة سيئة وربما أنهم يواجهون بأشد العذاب ولذلك المتوقع بعد عودة الحجاج نعم وذلك متوقع بعد عودة الحجاج ربما يواجهون الحجاج من الحكومة القطرية بالتحقيق وربما يصل إلى إيقاف السجن وغيره نعم من رياض المحلل السياسي أحمد الركبان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة